لويزا حنون زعيمة حزب العمال قلبت طاولة أسرار تجاوزات عدد من وزراء حكومة سلال وأثارت جملة من الفضائح البداية كانت بوزير الصحة الذي اتهمته بإبرام صفقة الحصرية مع مستثمر لا علاقة له بالطب دولة اخذت قرار بها تجهز المستشفيات بمختلف العداد وباليزاكسي لغاتوغ هادوما دولة راح تخلص هاد المبالغ ضخمة هاد مجهود جبار نتاع الدولة في اطار مكافحة السارتان يجي وزير الصحة يعطي هاد الالكونتخا عريضون دو 50% لشخص في التخافو بوبليك لشخص في التخافو بوبليك هاد الالكونتخا مع باريون الانتروبريزة امريكانة اي انتروبريز سويدواز الاشغال العمومية كانت في مرمى زائمة حزب العمال التي قالت ان وزيرها يوجه اندارات فقط لرجل اعمال وزير الاشغال العمومية يسوفل شوي الفرو او يندد بارسكو ما كانش احترام دفتر الشروط في التخانسون تعلوت هنا تعلق بويرا وفكادا وما كملت شيك ستغا وبعسر ما كملت شو سيف الشكك الحديدية ونسكول على بالها على من هو قاعد يهضر بس احشيل غريب ما لغاش صفقات وما تبق حتى ايجراء لويزا حلون نشرت غسيلة قائمة طويلة من فضائح وزيرة الثقافة انا حذرتها حذرتها البقمي نوفامبغ قلت لها نعود نكرر قلت لها وتكملي كما هاك اكيد تلقى يروحك في الحبس لكن لحياة لمن تنادي يعني بي نتب اللي هي تتعامل بجنوح كأنها رئيسة عصابة الشيف دوباند بستعملها للتحديد والوعيد لويزا حنون انتفضت على وضع قائم حسبها في البلاد وضع فرضته مصالح الاوليغراشيا اي سيطرة اصحاب المال والاعمال على السلطة فهل ستصحح الامور او ان كلما فجرته الوزاح النون من فضائح سيبقى مجرد كلام تجادبات سياسية اشتركوا في القناة